بسم الله الرحمن الرحيم حافظ ابو خيزو رأي جمعيتنا ظلت نمية وتكافل الشيماعي الآن كانت واجدوا منزل أحد ضحايا الشهداء لصور محمد عبد الكلم خطابي بعد تقديم أحر تعازي الأسر الضحايا كانت تنكروا بشدة العمل لمبرر والمسؤول والولاية الجهة والمجلسة الجماعية لجهة فاس والمنتخبين والسلطات المحلية في هذه الجهة لأنهم داروا صواب على الأقل ما تكلفوا شب مراسم الدفن ولا تعازي الأسر هذه الضحايا كأن هذه الأرواح عندهم رخيصة يعني والأسر هذه الضحية كالطالب فتح تحقيق في هذه النزلة اللي وقعت من النيابة العامة دخل على الخط حيث تشصور كانت الحالة ديالوه الشاكن مشقوق ومايل وذلك المدرسة من اللي تبنته هي توقع فيها بحال هذه الكوارد تحصور 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 قسم والإصلاحات كذلك الخروقات المنهوجة من طرفه يعني هذا الناس اللي كانوا وصيين على القطاع وزارة التربية والتعليم المديرية الإقليمية للتربية والتعليم بمنطقة بجهة فاس كانت تنكروا هذا العمل لمسؤول لمبرر لحالة الهشة اللي كانت تعاني من هذا المنطقة والتهميش لموم النهاج اللي مطبق على هذا الحي الشعبي كما يعني كان ضم الصوت ديالنا الصوت ديال الابوين ديال الضحية أناس شاهد بأن خصنات فتح تحقيق الرسالة ديالنا موجهة الملك البلاد رئيس الدولة حيتش المسؤولين عندكم فهد البلاد مخداميش جئت فاسمك ناس المنتخبين معطالين في المنطقة ديالنا لأنها حارة شعبية ونقطة سوداء الخدمة ديالهم ما تديروهاش كذلك السلطة المحلية اليوم كان ديل الوالد ديال جيه ساعد زنيبر على أنه غادي جي لهاد المنطقة ديها هو ما جياش كان أذن صماء يعني ما فتحوش الأبواب ديالهم الأسرات الضحايا واش لأنهم مشي أجانب لأنهم مولاد الشعب ككانوا أجانب كورا الإعلام والصحافة والقيام ما نايدا عليهم حيتش ناس بوساطاء ما عطيتهم شهتمام وعتبار هاتشي حشومة وعار عليكم وكان ستنكروه بشدة وكان طالبوا للمرة الثالثة كان أكد على الطالب فتح تحقيق فهذه الموشكلة اللي وقع باش نعرفوش كلهم مسؤولين على هاتشي كمان ستنكر رد الفعل ديال المدير ديال مؤسسة محمد عبد الكريم خطاب اللي رفض يعطي حتى تصريح للصحافة كذلك جمعية أبا وأولياء تلاميذ اللي كتعرف غيرت الفلوس وتقول لهم جيبوا عشر درام وعشرين درام بجدوز الموحد كما يعني الحالة المأساوية اللي كتعيشها المدرسة ديال محمد عبد الكريم خطابي والأصوار ديال البنايات المؤسسة اللي كين في هاتجيها يعني كل حالة ديالها هشة ويمكن سقط في أي وقت يعني البارح أناس وعز العرب غدا يقدروا خويا ولا أخو كلدي ولا ولدك كان طالبوا الرأي العام يعني يساندنا في هذه المسألة هذه ووقف معنا عن طريق النشر لهذه الحالة الله وحده يعلم بالحالة اللي كتعيش الأسرة ديالها الضحايا مثلا أناس واحد ديال الأسرة دياله ما غادش يعوده بما الدنيا ولكن بغا الحق ديال والده يعرف شكون اللي مسؤول على الموت ديال الابن دياله يتعاقب ويتحاسب وكذلك المسؤولين وشوكرا موسيقى 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 اشتركوا في القناة